من تعوف الأغلبية بعض الأخوان يتحدثون يقولون التيار ما يمثل أغلبية ويحجي ذلك كل أرقام هل قد جاب التيار هل قد جاب ما ندري شنو هاي بالتالي عدم مشاركته ما راح تأثر طيب جيد هل سخو بينه بالانتخابات الثالث التيار بتأثر والمستقلين متأثر والأغلبية اللي صامتها متأثر والثمنتعش بالمية مع مشاركة التيار والمستقلين هل همينما ما يأثرون جيد لعتها وشأتوا ليش قلقانين ليش متخوفين ليش تتحدثون ليش هذا الاتباك من قبل قادتكم يعني الدعوة إلى المقاطعة سوف تؤدي إلى ضعف المكون الأكبر ليش ضعف المكون الأكبر أنتوا تقولون التيار مو أكثرية والمستقلين مو أكثرية وذلك كلهم مو جسمة وإحنا الناس كلها تريد شارك شنو شنو المشكلة يعني المفروض بيدو وبسلاسة وبسكتة ويراح تجي الأمور أما أن تدعين وهذه المشكلة هذه يعني أنا أنا أسميها غباء سياسي يعني أضرر لهذه لهذه المسألة لأن الأخوان نفسهم كانوا يتحدثون في السابق ويقولون عن أن دور المتظاهر يتهي عند صناديق الاغتراع يقولون عن التظاهرات بأنها لا تمثل انذارا مخلقا حتى جاءت تظاهرات تشريك واليوم من الممكن أنت والتظاهرات أكبر من تشريك لأنك جاءت ريت وقني عيني عينك بالمباشر تهددني بالسلاح وبقوة السلطة بالجسمة أنت تعتبر نفسك دستوري بس أنا لما نتحدث عن إجراء دستوري وقانوني وهو ممارسة التظاهرات تعتبرني أنا مخرب وتعتبرني محرض وتعتبرني لا هذا الكلام هذا الكلام غير صحيح وبالتأكيد يعني هم الأخوان يعرفون جيدا 2018 المشاركة من جاوزة العشرين بالمية وجاءت الحكومة تركوها الناس بدأوا يراقبون أداءها لمدة مئة يوم أو لمدة سنة سنة كاملة بعدين خرجوا الناس لما شافوا هذا الإصرار الموجود يعني سواء لدى الحكومة أو لدى القيادات السنية يعني مثلا انت تدريبا في 2012 المتظاهرين كانوا يعملوهم بطريقة بشعة وزير التعليم العالي بذاك الوقت لما المتظاهرين بدأوا يحرقون بطاريحهم ورسائلهم الجامعية قالوا والله لو حتى تحرقون نفسكم أنا ما أعينكم وما أسوي إيش اسمه هاي وبدأ لما صارت الثورة وطلعت التظاهرات وبدأ الثورة تشيرين واستمرت وبقتل اعتصامات ولاحظوا بدأوا يشعر القوى السياسية بأن يعني بأن هذه التظاهرات تمثل انذارا مقلقا مخيفا قد تزيل يعني عرشهم يعني انحنوا أمام عاصفة التظاهرات وقدموا الكثير من التنازلات واليوم يرجعون يستعيدونها من جديد اشتركوا في القناة